إنه خيارهم الجمعي لا يشذ خروف أو نعجة عن إرادة القطيع ويسأل أحدهم لما تغير الوجهة وحتى الكلب في ذكائه في رد القطيع عن مساره لا يعرف لما العودة الباكرة فلا يترك الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في قرية المغير شرق رام الله خيارا لهؤلاء الرعاة سوى الخضوع للأمر الواقع والعودة إلى حيث أتوا والله ذاك لهم عودين من هون وفي صف مستقيم ومنتظم ينتظر الفلسطينيون دورهم لكي يسمح لهم الجنود بالمرور الحصار اقترب من يومه العشرين في قرية المغير والحياة هنا فيها من نكذ العيش ما ينطبق على بقية المدن الفلسطينية عكوبة جماعية عشل البلد يعني ما بهمهم مدارس ما بهم فيه طلاب مدارس وجمعات وفي عندك مثلا مرضى خلاص الجندي هو مزاجة شل مصساعة ربع ساعة تيمرك تيمرك سيارة مرات بيرجع بكلك لا خلاص ارجع هنا صلنا مجد مصساعة وكل شيء والباب الغربي اللي غاد رحنا عليه ما بيرجع وبمروش حلا وعند المدخلين الشرقي والغربي أقام الجيش حواجز عسكرية وحاصر القرية التي يقتنها أربعة ألاف فلسطيني بحجة أنها تحتضن مقاومين فلسطينيين يتصدون لاعتداءات المستوطنين الذين أحرقوا مؤخرا خمس مركبات وأصابوا عددا آخر من الفلسطينيين وكذا تلك المستوطنات التي تحاصر القرية بأكملها اعتداءة المستوطنين هي تكاد تكون بشكل يومي تتمثل بتكتير الأشجار بحرك المحاصيل الزراعية بالاعتداء الجسدي على المزارعين يعني أي مزارع يتم الانفراد فيه يعتادوا عليه لا زالوا يعني يكابروا ويطلبوا الاعتذار من أبناء الكرية للمستوطنين أو حتى على المزارعين وليس أمام سكان المنطقة سوى خيارين إما الانتظار الذي لا تعرف نتائجه عند الحاجز العسكري أو سلوك طرق فرعية وجبلية تزيد عن خمسة كيلومترات وتصل أحيانا إلى عشرين كيلومترا من أجل الوصول إلى مدينة رامالله تريد قوات الاحتلال من أهالي قرية كاملة الاعتذار من المستوطنين لا بل التعهد بعدم المساس بأمنهم وأمن مستوطنتهم وثم تمن يقول إن سياسة العقاب الجماعي دائما ما تهدف إلى خلق حالة من الشرخ الاجتماعي بين المقاومين والحاضنة الشعبية بحيث يكون موقف الجماهير مناقض للفعل المقاوم من بلدة المغير ضياح الشياء الغد الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية